أردوغان يؤكد تأييد موقف قطر من قائمة المطالب المقدمة من دول الحصار ما يعتبر القائمة مخالفة للقوانين الدولية المسلمون يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك في عدد من البلدان العربية والإسلامية والأوروبية مقتلوا أكثر من 123 شخصاً في انفجار سهريج وقود في مدينة بهاولبور الباكستانية أهلا بكم مشاهدين إلى هذه النشرة ونبدأها بتطورات الأزمة الخليجية جدد رئيس التركي رجل طيب أردوغان دعم بلاده لموقف قطر من قائمة المطالب المقدمة إليها من دول الحصار لافتاً إلى أن القائمة مخالفة للقوانين الدولية وأشار أردوغان خلال أدائه صلاة عيد الفطر المبارك إلى أن دولة قطر تواجه العديد من العقوبات المفروضة عليها مؤكداً أن تركيا بذلت وستبدل كل ما بوسعها لتقديم الدعم لقطر واعتبر أردوغان أن دعوات إغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر تمثل عدم احترام لبلاده ونوها إلى أن تركيا عرضت الأمر نفسه على السعودية لكن الرياض لم ترد كما أعرب أردوغان عن أمله بأن تقوم سعودية بحل الخلافات في الخليج بما يليق بحجمها في المنطقة مشدداً على دعم بلاده جهود الوساطة الكويتية من أجل إيجاد حلاً للأزمة نوافق ونقدر موقف قطر من قائمة المطالب الثلاثة عشر وندرك إدراكاً كاملاً أن هذا النهج المتمثل في الثلاثة عشر مطلباً هو مخالف للقانون الدولي لأنه لا يمكن أن تهاجم أو تتدخل في سيادة بلد ما وفق للقانون الدولي إذا رغبت السعودية بأن يكون لدينا قاعدة في بلادها فيمكن أيضاً اتخاذ خطوة بذلك الاتجاه قدمت هذا العرض إلى الملك نفسه وقالوا إنهم سوف ينظرون في الأمر ولم يردوا علينا منذ ذلك الحين وعلى الرغم من أنهم لم يردوا علينا بعد فإنهم يطالبون تركيا بسحب قواتها من قطر وهذا يمثل عدم احترام لتركيا وفي سياق متصل بحث وزير الخارجية التركي مولود جويشوغلو مستجدات الأزمة الخليجية في اتصالات هاتفية منفصلة مع نظيريها القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني والسعودي عادل الجبير ونقلت وكالة أنباء لنظول عن مصادر دبلوماسية قولها ناجويشوغلو بحث مستجدات الأزمة الخليجية في اتصال هاتفي مع وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية قال زعيم حزب الأمة المعارض في السودان الصادق المهدي أن بلاده تسعى لاحتواء الفتنة في منطقة الخليج وقال المهدي في خطبة عيد الفتر أنه ممن يتعاملون مع أزمة الخليج من موقف مبدئي لا تشبه علاقة خاصة أو تفضيل لأي طرف وأضاف أنه انطلاقا من موقف مستقل سيواصل تحركه مع قوى عربية وافريقية وإسلامية لاحتواء الأزمة وذلك لمصلحة السودان ومصلحة الأمة العربية على حد قوله أفدت وسائل أعلام بريطانية أن ستة أشخاص على الأقل أصيبوا بجروح بعدما صعدت سيارة على الرصيف ودهست عددا من المسلمين كانوا يحتفلون بعيد الفتر في مدينة نيوكاستل الشرطة البريطانية قالت إنها أوقفت سيدة كانت تقود السيارة وتبلغ من العمر 42 عاما مضيفة أنها لا تعتقد أن الهجوم إرهابي وتدول بعض مستخدمين بواقع التواصل الاجتماعي في بريطانيا فيديو يظهر حالة الرعب التي أصابت المحتفلين إثر الحادث والذي لم تعرف أسبابه أو دواعيه بشكل مفصل بعد للمزيد معنا من غرفة الأخبار الصحفي في التلفزيون العربي زاهر عمارين زاهر هل أدلت الشرطة في نيوكاستل بأي معلومات جديدة عن هذه الحادثة بعد تصريحات سابقة بأن الحادثة لا تحمل طابعا إرهابيا؟ نعم جمال في الواقع لم تدلي الشرطة بعد بمزيد من التفاصيل لكن شهادة شهود العيان الذين كانوا موجودين خلال هذا الحادث أكدت على أن السائقة البالغة من العمر 42 عاما كانت تعود إلى الخلف باستخدام سيارتها عندما فقدت السيطرة وأصابت أول طفل وهو في حالة حرجة نقل إلى المشفى من بين خمسة مصابين آخرين بعد ذلك فقدت هذه السائقة السيطرة على السيارة ما أوقع عددا من الجرحة معظمهم في حالة مستقرة بحسب بيان مؤسسات الصحة هناك الملفت في هذا الموضوع أن الحادثة التي استجابت لها الشرطة بسرعة كبيرة خلال ثلاث دقائق من البلاغ كان هناك سيارات للشرطة والطوارئ وأيضا سيارات الإغاثة الجوية تعكس مدى الخوف الذي يعيشه الشارع البريطاني اليوم من أي عمليات محتملة خاصة بعد أيام من هجوم مشابه ربما أو يحمل ذات الملامح بسيارة مسرعة في منطقة فينسبري بارك في لندن وقبلها أيضا الهجوم في مانشستر وأيضا الهجوم في منطقة ويست مينستر مدينة نيوكاسل الشمالية التي يوجد فيها جالية مسلمة إن صح التعبير قليلة نسبيا مقارنة بغيرها من المدن حوالي 7% من السكان بحسب الإحصاءات الرسمية هم من المسلمون وكانوا يحتفلون بعيد الفطر حينما حصلت هذه الحادثة شكرا جزيلا لك زاهر عمري لمجمل هذه التوضيحات إلى أجواء عيد الفطر المبارك التي تعيشها دولة قطر هذا العام على وقع الأزمة الخليجية فقد أدت جموع المصليين صلاة عيد الفطر المبارك في المساجد ومصليات العيد في كافة ينحاء قطر فيما بدأ المواطنون والمقيمون الاحتفال بالعيد عبر توجه إلى الأماكن الترفيهية في الدولة فيما توجه آخرون إلى الحدائق العامة في العاصمة الدوحة والله العيد جعلها الله فرحة في قلوب المسلمين وحن نستقبل العيد كعيد كل سنة الحمد لله رب العالم عادات طيبة وتزاور بين الأغارب والأصدقاء والحمد لله رب العالم أشوف أنه ما تغير شيء الحمد لله رب العالم بخير وبطيبين والله هم لك الحمد الأمر عادي زي كل العيد والنصفر حوانا وزي محرك شايف كده كلنا بروح المتنزهات نتفرج على الأجواء الجميلة في العيد يعني في شفاء أي مشكلين أمر عادي جدا حتى احنا في شغلنا برضو الأمر عادي والله سبحان الله عندي إحساس بإن ربنا سبحانه وتعالى سيفا يجمعهم مرة أخرى ولا يستغنوا عن بعض أبدا العرب لبعض إن شاء الله الحمد لله there is a lot of peace a lot of activities everyone is very happy there is a lot of happiness around all people are celebrating Eid with Allah's mercy إن شاء الله everything will be all right ربنا يفرج الأزمة قريب جدا إن شاء الله تعيد علينا العيدة اللي جاي إن شاء الله يعني مش عيدة الفطرة اللي جاي إن شاء الله عيدة الأطحى القادم إن شاء الله يكون الناس كلها في سلام وأمن وصلح ويكون كل الشعب الخليجي والشعب العربي متحدين إن شاء الله الناس كلها خارجة وكلنا مستمتعين بالجو الجميل خاصة إحنا في الصيف طبعا وجو فعلا حلو جدا النهاردة يعني فكلنا مستمتعين والدنيا كويسة جدا الحمد لله جينا هنا دعنا شوية مع العيلة والأسرة ومشاء الله قطر يعني بنحبها خالص يعني ده بتتبر بلدنا يعني بلد بابا كان هنا بشتغل هنا من 22 سنة وإحنا مقيمين هنا من سنتين ثلاثة ومشاء الله يعني مبسوطين فيها خالص كل عام وإنتوا بخير الحمد لله قطر بخير نحنا اليوم أول يوم العيد إن شاء الله بنعاد عليكم بالصحة والسلامة قطر دامت بخير لحد دون بخير إن شاء الله ما في شي بيأثر على قطر قطر سابتي قطر المجد هذا وتحتفل معظم دول العربية والإسلامية اليوم بأول أيام عيد الفطر المبارك فيما تعيش بعض تلك البلدان على وقع الاضطرابات السياسية والعسكرية وغياب الأمن نتابع المزيد في هذا التقرير عيد الفطر هذا العام يحل على كثير من الدول بخطا ثقيلة لا العنف انتهى على أرض تلك الدول ولا للاضطرابات السياسية لتختفي مظاهر العيد وتحل محلها مشاهد الحزن مدينة باهو والبر الباكستانية امتزجت أصوات تكبيرات العيد فيها هذا الصباح بأصوات نحيب لمقتل ما لا يقل عن 123 شخصا وإصابة أكثر من 80 آخرين بحادث انقلاب صهريج نفط تقول التقارير المبدئية إن شخصا حاول إشعال سجارة عندما اشتعل الوقود المتسرب وأدى لانفجار الصهريج أما الفلبين فاختارت أن تهدي مواطنيها هدنة في أول أيام عيد الفطر ليتمكنوا للاحتفال به بعيدا عن الاشتباكات التي تشهدها البلاد بعد اجتياح مسلحي ما يعرف بالدولة الإسلامية مدينة مراوي جنوب الأرخبيل أكبر مدينة مسلمة في البلاد أم الدنيا وفي أول أيام العيد استفقت على وقع خبر مصادقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على اتفاقية عادة ترسيم الحدود البحرية بين القاهرة والرياض والمعروفة باسم تيران وصنافير رغم الدعوات الشعبية المتصاعدة الرافضة لها والمطالبة بعدم المصادقة عليها السعادة تغيب عن اليمن في عيد الفطر هذا العام من جديد فوسط استمرار النزاع المسلح وأزمة الرواتب التي أوصلت ثلثي سكان البلاد إلى شفى المجاعة تأتي الكوليرا التي حصدت أرواح أكثر من ألف وثلاثمائة شخص ليكون العيد في اليمن السعيد فقط لمن استطاع إليه سبيلة بغداد تستذكر اليوم حادثة تفجيرات الكرادة في عامها الأول والتي أودت بحياة أكثر من ثلاثمائة شخص ليس ذلك فقط فالعراقيون لا يزالون ينزفون دما شمالا في الموصل في حرب بدأت قبل سنوات ولا تزال نيرانها مشتعلة حتى الآن وعشية عيد الفطر تولى عدد من المنظمات الخيرية في اليمن تقدم هدايا العيد للأطفال اليتام والنزحين والفقراء وذلك للإسهام في إيجاد مساحة للفرح مع استمرار مشهد الحزن والحرب الذي لا يزال يخيم على البلاد خليل القاهر والتفاصيل على موعد مع العيد فرحة حقيقية ترتسم على شفاه هؤلاء الأطفال اليتامة وهم يتسلمون ملابس العيد فرحة هؤلاء تسبق العيد الذي سيستقبلونه كسائر الأطفال بلباس جديد الحمد لله حصلنا بدلات العيد ونحن فرحاني ونشكر منظمة جاستيس لأنهم فرحوا الأطفال ألفان من الأطفال اليتام والنزحين تستهدفهم مبادرة المنظمة المحلية جاستيس بشراكة مع منظمة رعاية الأطفال كمرحلة أولى كسوة العيد تم جمعها من قبل محلات تجارية ومراكز بيع الألبسة بشكل طوعي نحن بدأنا الفكرة على الأساس نزلنا النزول الميداني إلى التجار وإلى المتبرعين على الخير نزلنا شوارع شهر شهر كل المحلات التجارية تفاعلوا معنا أصحاب المحلات التجارية وبعض التجار الحمد لله وجدنا التفاعل حاولنا أن لا نخرج من أي محل إلا بقطعة قطعة واحدة من كل محل على الأقل كدعم تاجر يمني لطفل يمني مئات الآلاف من أطفال اليمن اليتام والمعدمين والنازحين بحاجة الماسة إلى مشاريع مماثلة ترسم على وجههم البسمة وتخفف من وطأة الحرب التي أفقدت الناس الكثير والكثير مع اتساع دائرة الأيتام بسبب الحرب وفوضى القتل اليومي في اليمن تعمل مبادرات الدعم وكفالة اليتيم على تعزيز مستويات التكافل الاجتماعي حتى وإن بقيت دون المستوى المطلوب في البلاد خليل القاهرية تلفزيون العربي صنع ولعيد الفطر في العاصمة تونسية نكهة خاصة يبدأ الاحتفال به ليلا باقتناء الحلويات وحضور العروض الموسيقية ويتواصل صباحة العيد بأداء الصلاة وزيارة الأقارب وتبادل التهاني بهذه المناسبة المباركة ورسلنا على زعتور تابع هذه الاحتفالات أعد لنا هذا التقرير يوافط يوم العيد الفطر وهو أول يوم من شهر شوال هنا وسط العاصمة يتابع التونسيون باهتمام خطاب مفتي البلاد معلنا أول أيام العيد ليلة العيد في تونس لها أجواء خاصة تميزها ساحة باب السويقة تكتظ ككل عيد بالعائلات والأطفال باعة الحلويات التقليدية سمة تميز شوارع الأحياء الشعبية في العاصمة أيضا إذ لا يكاد يخلو بيت تونسي منها صباح يوم العيد وهنا في شارع الحبيب برقيبة أجواء احتفالية حتى مطلع الفجر مع إطلالات الصباح الأولى تكتسي المدينة العتيقة حلة دينية مميزة يتجمع المصلون هنا بلباسهم التقليدي قبل التوجه مجتمعين لأداء صلاة العيد هكذا كما تشوفوا مع أنت العيد متاعنا مع أنت دائبنا منذ سنين على خرجة العيد هذه تلمت وينس الكل تلمنسية وتلم رجال في المدينة العتيقة وذي منذ 14 قرص قرط عليها تونس على مر العصور مع أنت في الدولة الفاطمية والصنعجية والحفظية إلى أخير عند الخرجة هذه نخرجها كل عام نقوموا معناها بالتجمع ونمشي بالتهليل والتكبير لحين الوصول إلى جامع الكبير جامع صاحب الطابع المعمود وإن شاء الله بإذن الله نقوموا صلاة العيد فيها وذي فرحة عظيمة تجي مرة في العام بعد الصلاة يحين موعد تبادل التهاني والمعايدات ووقت اللي نخرج من صلاة العيد بطبيعة واحد يمشي أول حاجة يعيد على الناس الموجودين معاها كانوا يصليوا بحذائه وكل شيء ثم ينتقل يمشي لدارهم يمشي عيد على أم وابوه وعيد على العائلة الصغيرة وفهمة بطبيعة فهمة أكلة تقليدية اللي هي الملوخية اللي لازم تتعمل لذي كنهار العيد وتتعمل معها حاجة جارية اللي هي إحلالم ومعها طرف تجين العيد لدى التونسيين مناسبة لتمتين العلاقات الاجتماعية وهو كذلك فرصة للإصلاح بين الناس يسعد تونسيون للحفاظ على طابع خاص خلال إحيائهم احتفاليات العيد في محاولة للحفاظ على التقاليد التونسية والإسلامية القديمة على دين زعتورة تلفزيون العربي تونس العيد هو أيضا مناسبة لتكثيف جهود التضامن والتكافل ومساعدة المحتجين فقد قرر عدد من النشطاء والمتطوعين الاحتفال بعيد الفطر المبارك بتوزيع مساعدات على المشردين في العاصمة الأمريكية واشنطن وتجمع المتطوعون في أقدم مسجد في المدينة لأعداد وتجهيز هذه المساعدات مرسلتنا ريمة أبو حمدية رافقت المتطوعين ووافتنا بالتقرير التالي العيد بنكهة العمل التطوعي في أقدم مساجد العاصمة الأمريكية قدم هؤلاء في ساعات الصباح الأولى لبدء عملهم التطوعي هذه المرة هدايا بمناسبة عيد الفطرة يبدأ العمل ينظم المتطوعون أنفسهم لجمع المستلزمات الأساسية للنظافة الشخصية ووضعها في حقيبة جئت لأساعد في جمع المستلزمات الأساسية وتوزيعها على المحتجين نحن سعيدون بالأمر فنحن نقوم بالأعمال الجيدة هدايا العيد ولكن للمشردين في الإسلام نحن لا نساعد المسلمين فقط وإنما الجميع ونحن نعيش في هذه المنطقة وعلينا تقديم المساعدة لكل من يحتاجها على قدم وساق يحضر المتطوعون أكثر من 150 حقيبة انتهت مرحلة تحضير المساعدات وتبدأ الآن مرحلة توزيعها على المشردين في العاصمة الأمريكية كل فريق من المتطوعين يذهب إلى منطقة مختلفة لا يقول المتطوعون لمن يطلقون المساعدات ما هي هذه المساعدة وسببها إنما هدفهم هو الاحتفال بالعيد على طريقتهم وطريقتهم هي مساعدة الآخرين ريماب حمدية تلفزيون العربي واشنطن قال الجيش الإسرائيلي إن طائرات إسرائيلية استهدفت أمس مواقع مختلفة في سوريا أدت إلى تدمير دبابتين وذلك في رد على أكثر من عشر قذائف سقطت في مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل ووصف الجيش الإسرائيلي سقوط القذائف بأنه من قبيل الخطأ لكنه اعتبره خرقا غير مقبول فيما قال مصدر في الجيش السوري إن صاروخا إسرائيليا سقط على مبنى سكني ما أسفر عن وقوع عدد من القتلى وأضرار في المبنى إلى العراق حيث أكد مصدر عسكري عراقي أن عناصر من تنظيم الدولة شنوا هجوما واسعا استهدف مواقع لقوات البشمرقة الكردية في منطقة كراوة تابعة لقضائي الدبس شمال غرب كاركوك حيث اندلعت على إثره اشتباكات عنيفة بين الطرفين وضف المصدر أن ثلاثة عناصر من البشمرقة أصيبوا بجروح بينما قتل عدد من مسلحي التنظيم أثناء صد الهجوم الذي استمر لأكثر من ساعتين ويحكم التنظيم قبضته على جيب كبير جنوب غربي محافظة كاركوك حيث يشن هجمات متكررة على القوات العراقية والكردية في المناطق المحيطة أعلنت قوات ولواء المتقاعد خليفة حفتر أنها سيطرت أمس على حي سوق الحوت في مدينة بنغازي وأوضح مصدر عسكري أن قوات حفتر حققت تقدما كبيرا في سوق الحوت وسط المدينة فيما لا تزال الجماعات المناوئة لحفتر تسيطر على حي الصابر أحد معاقلها الأخيرة في ثاني أكبر المدن في ليبيا وأضاف المصدر أن ما لا يقل عن ثلاثة عشر فردا من قوات حفتر قتلوا وعصيب سبعة وثلاثون آخرون في الاشتباكات مشيرا إلى أن الألغام الأرضية كانت وراء سقوط كثيرا من الجرحة نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل في روسيا المصنفة في المرتبة الثامنة والأربعين بعد المئة في حرية التعبير الرئيس بوتن يعلم طفلة درسا في الصحافة أهلا بكم من جديد قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إنها مستمرة في الحفاظ على الأمن والاستقرار في مخيمات لبنان وفي ردها على ما وصفته بالبيانات والمقالات المشبوهة التي تتهم الحركة بدعم وتعطية أفراد ومجموعات إرهابية أشارت الحركة إلى أن تلك البيانات تهدف إلى تشويه مقاومتها ودورها في تحقيق الأمن والاستقرار في المخيمات الفلسطينية في لبنان في سياق المتصل قال نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية إن الحركة ستواجه حلقات الحصار المفروضة على القطاع وأعرب الحية خلال خطبة صلاة عيد الفطر في ساحة السرايا وسط مدينة غزة عن ثقته في تنفيذ مصر وعدها بكسر الحصار وكانت سلطات المصرية قد وعدت حركة حماس بتخفيف المعاناة الإنسانية عن قطاع غزة عبر فتح معبر رفح بشكل منتظم كما وعدت بفتح معبر تجاريا لتسهيل الحركة التجارية من إلى القطاع بحسب تصريحات سابقة للحية طرقنا كل الأبواب طرقنا أبواب أشقائنا في مصر فوجدنا بوابة مفتوحة كبيرة وجدنا حضنا كبيرا دافئا عند أشقائنا المصريين في هذا اليوم ومن قلب شعبنا الفلسطيني في غزة المحاصرة في غزة الصابرة في غزة المحتسبة حق لنا أن نقول لأننا لا يمكن أبدا أن نتنكب أو أن نتخلى عن كل من دعم شعبنا والآن مع جولة في أخبار الاقتصاد قالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية أن أميرة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني اجتمع مع دارين ووتس الرئيس التنفيذي لأكسون موبيل في الدوحة يوم أمس لإجراء محادثات عن التعاون في عقاب خلاف بين قطر وأربع دول العربية مما أثار مخاوف بشأن إمدادات الطاقة يذكر أن اتفاقيات التعاون بين قطر وأكسون موبيل تزيد في تجربتها عن عشر سنوات إذ ساعدت الشركة الأمريكية الأملاقة قطر على أن تصبح أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسهل في العالم أشارت الوكالة العالمية الرائدة في بحوث أسواق الغاز المسال العالمية ICIS في تقرير الأخير إلى أن شحنتين من الغاز القطري المسال تم منعوها من عبور قناة السويس باتجاه بريطانيا الأمر الذي يسبب اضطرابات بالامداد في أسوق البريطانية التي تعتمد بنسبة 30% من حاجياتها على الغاز القطري وأشار التقرير إلى أن الوضع سيزداد تعقيدا في حال استمرت الأزمة الخليجية إلى فصل الشتاء المقبل حيث يرتفع مستوى الاستهلاك العالمي للغاز الطبيعي أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستواصل تطبيق دخول السلع الواردة من 50 دولة نامية من بينها بنجلاديش وسيرليون وهيتي إلى الأسواق البريطانية بلا تعرفة جمهوريكية بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي وقال وزير التجارة الدولية ليون فوكس في بيان أن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فرصة لتعزيز التزاماتها لباقية الدول وليس التراجع عنها مشيرا إلى أن التجارة الحرة والنزيهة هي أكبر منقذ لفقراء العالم أشارت وكالة خدمات الطاقة جي أم أم سي في تقرير الأخير إلى أن التزام منظومة أوبيك والدول منتجة خارجها ببرنامج خفض الإنتاج النفطي وصل إلى مستوى 106% مرتفعا من مستوى 100% في الربع الأول من العام ما يمثل مستوى الالتزام الأعلى تاريخيا من جهة أخرى تواجه جهود أوبيك الحثيثة لعادة التوازن إلى الأسواق النفطية تحديات كبيرة بسبب ارتفاع مستوى إنتاج السوق النفطية الأمريكية انطلقت آلة السحب المالي ATM في الخامس والعشرين من شهر يونيو حزيران من عام 1967 وكان فرع بنكي باركليز في منطقة إنفيلد شمالي لندن أول من قدم هذه الخدمة البنكية التي غيرت مقاومات القطاع البنكي العالمي وقد أتت فكرة اختراع آلة ATM لمبتكريها البريطاني جون شافرد بعد أن تأخرت دقيقة واحدة عن موعد إغلاق البنك الذي قصده لسحب مبلغ من أمواله قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن أهم مبدأ للصحفيين هو تجنب إزعاج من يتم تناولهم في المقالات والبرامج التلفزيونية مشيرا إلى أنه ينبغي أن يضمن أن عملهم لن يكون موسيئا للذين يقومون بإعداد تقارير عنهم وأدل بوتين بهذه تصريحات خلال حديثه مع طفلة مهتمة بالعمل في الصحافة وذلك في معسكر صيفي بشبه جزيرة القرم وهي المنطقة الواقعة جنوبية أوكرانيا والتي ضمتها روسيا في 2014 يشار إلى أن عدد وسائل الأعلام المستقلة في روسيا انخفض بشكل كبير في عهد بوتين وقتل عدد من الصحفيين البارزين كما أن منظمة مرسلون بلا حدود وضعت روسيا في المرتبة 148 في تصنيفها للحريات الصحفية العالمية الذي صدر هذا العام حضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ترامب حفل زواج وزير الخزانة ستيفان منوتشين بالممثلة السكوتلاندية لويز لينتون الذي جرى في واشنطن ودعي 300 شخصا إلى حفل الزفاف بينهم نائب ورئيس مايك بانس وعدد من أعضاء الإدارة الأمريكية ميلانيا كان قد لعب دورا رئيسيا في جهود ترامب في وضع وتمرير بعض الإصلاحات القضائية ختام هذه النشرة كل عام وأنتم بخير اشتركوا في القناة